أسعد الله أوقاتكم عزيزات الطالبات اليوم سوف نأخذ عندنا العنصر الأخير من عناصر الطقس وهو الرياح في الحصص السابقة أخذنا عناصر الطقس الدرجات الحرارة والضغط الجوي وتعرفنا عليهم وتعرفنا على خرائط عن الطقس للعناصر خرائط الضغط الجوي اليوم خلينا نتعرف على الرياح إيش هي الرياح؟ الرياح هي عبارة عن الهواء المتحرك من منطقة الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض وبتكون حركتها أفقية تأتي الشكل الحركة أيضا تختلف الرياح عندنا عزيزات الطالبات في السرعة والاتجاه وكمان عندنا من خصاص الرياح أنه بنسمي الرياح باسم الجهة التي تحب منها مثل الرياح بتحب من ناحية الجنوب باتجاه الغرب إذن بنسميها جنوبية غربية أو رياح الشرقية يعني اسم الجهة اللي هبت منها بنسمي الرياح هلا كلما كان فرق الضغط بين المنطقتين كبير كلما كانت سرعة الرياح كبيرة جدا خلينا نتعرف عزيزات الطالبات على نشأة الرياح كيف تنشأ الرياح لاحظة عزيزتي الطالبة أنه عندنا إياها تيارات هواها بتضغط هسا كيف تكونتهاي ومن وين بتبلش أنه رح ترتفع عندنا درجات الحرارة لما بترتفع درجة الحرارة في ألها الجو شو رح بيصير بالهواء رح يتمدد يصعد إلى الأعلى على شكل تيار هوا ماله صاعد لما بيجيط لعنه بيعمل لشكل تيار حمل صاعد رح يشكل منطقة ضغط جوي منخفض رح تنخفض درجات الحرارة رح يتقلص الهواء رح يهبط إلى الأسفل ليش رح يهبط على الأسفل؟ لأنه كثافته زادت معنى صار وزنده كثير رح يهبط رح بيشكل لي تيار هواهابط وهذا رح يشكل لي ضغط مرتفع إذا لاحظي أنه بلشنا هواها صاعد رح يتحول إلى هواهابط هواهابط في منطقة الضغط المرتفع هذا رح يؤدي إلى تحرك الهواء من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط عندنا إياها المنخفض إذن الحركة كما بتلاحظ بالشكل حركة الرياح بتكون عندنا إياها أفقية الحركة خلينا نتعرف على دوات قياس الرياح عندنا بنشاهد مراتا الغيوم البيضاء في صور الأقمار الصناعية ليش؟ لأنه عند وجود منخفض جوي يكون عندنا إياها الضغط الجوي منخفض فتتراكب عندنا إياها تتحرك الرياح وتحمل معها الغيوم من الأجهزة اللي بتقسلنا إياهم جهاز عندنا نستخدم قياس سرعة الرياح لاحظي سرعة الرياح نستخدم الأنيموميتر أما الجهاز الذي يستخدم لقياس اتجاه الرياح بنسميه السهم الدوار والآن عزيزة الطالبة بعد الاستماع إلى الدرس تدوين الملاحظات أجيب عن تطوير المعرفة والتقيم والتأمر وأسئلة الفصل صفحة 141-142 باربين ترجمة نانسي قنقر